موسيقى مشاهدين اهلا بيكون معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك علقتنا النهاردة بعنوان مشاكل الجيوب الانفية في زمن الكورونا ازاي ممكن نميز ما بين الاعراض اللي بتتشابه ما بين حساسية الانف او حساسية الجيوب الانفية سواء من الحساسيات المزمنة او الموسمية والاصابة بالكورونا نفسها الحقيقة عندنا اشياء كتير جدا بتتشابه وايضا السبب ممكن يكون بيختلف وهو ده اللي نعرفه النهاردة ونشرحه النهاردة من خلال حلقتنا ونقاشنا النهاردة مع دكتور مينا ماهر استشاري طب وجراحة الانف والأذن والحنجرة وتجميل الانف الوظيفي ومناظير الجيوب الانفية مدرس طب وجراحة الانف والأذن والحنجرة وتجميل الانف بكلية الطب جامعة عين شمس مدير وحدة الانف والأذن بمستشفى العزل الجامعي بالعبور فاصل قصير ونرجع نبدأ حوارنا مع دكتور مينا خليكم معنا دكتور مينا ماهر استشاري طب وجراحة الانف والأذن والحنجرة وتجميل الانف الوظيفي ومناظير الجيوب الانفية مدرس طب وجراحة الانف والأذن والحنجرة وتجميل الانف بكلية الطب جامعة عين شمس مدير وحدة الانف والأذن بمستشفى العزل الجامعي بالعبور ومدير وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الدمرداش عناوين العيادات عيادة مصر الجديدة 94 شارع عبد العزيز فهمي ميدان سنت فاطيمة عيادة جسر السويس 145 شارع منشية التحرير تليفونات العيادات 0109-3322-840 واتساب 0122-4144-256 فيسبوك ENTQ عيادة الدكتور مينا ماهر استشاري طب وجراحة الانف والأذن والحنجرة العيادة بتقدم الفحص الشامل للأنف والأذن والحنجرة وكمان الراس والرقبة بما فيها من غدد لعبية ولمفاوية ودركية بيتم الفحص باستخدام وحدة مناظير علية الجودة ودقيقة جدا العيادة كمان مزودة بوحدة تليفوزيونية بيتم توصيلها بالمناظير بحيث أن المريض يبقى شايف الجزء اللي احنا بنفحصه أثناء الفحص ويقدر يشوف المشكلة اللي عنده وده بيساعدنا جدا في وضع خطة العيادة بيتم تعقيم الآلات المعدنية في وحدة الأوتوكلاف والآلات التانية بنستخدم آلات بلاستيكية من خوافة اللسان وأعماع الأذن وتستخدم مرة واحدة لكل مريض حفظا على صحة المرضى بتوع بالنسبة لوحدة غسيل الأذن فاحنا عندنا وحدة مجهزة بنظام إلكتروني لضبط درجة حرارة المية واندفاع وضغط المية ده بيخلينا نقدر نعمل غسيل لأذن المريض بطريقة سهلة ومن غير أي ألم أو ما يشعر بأي دوار بعد عملية الغسيل في خدمات تانية بتقدمها لعيادة زي الكوف نظيف الأنف وكي الشعارات الدموية داخل الأنف والحقن الموضعي للأذن الوسطى باستخدام المناظر بيتم الحجز في العيادة بطريقة سهلة جدا عن طريق التليفون أو الواتساب وكل مريض بياخد معاد محدد ليه بحيث أنه ييجي في المعاد بتاعه ما يضيعش وقت في الانتظار وفي نفس الوقت بنلتزم بالتباعد الاجتماعي وتجنب الزحاق أول ما بيدخل المريض بيتم فتح ملف خاص به ملف ده بيكون ملف ورقي وملف تاني على اللابتوب بحيث أن يتسجل فيه كل البيانات بتاعت المريض وحالته المرضية والفحوصات بتاعته عشان نقدر نرجع لها بسهولة جدا في الاستشارة أو في المطابق بالنسبة للمرضى اللي بيحتاجوا تدخلات لعمليات جراحية العيادة بتتعامل مع تقريبا 15 أو 20 مستشفى منتشرة في كل أنحاء القاهرة بحيث أن كل مريض يختار المكان المناسب لي والمستشفى دي أغلبها متعقد مع شركات التأمين المنتشرة في جمهورية مصر العربية عشان نقدر نعمل المريض عملياته تبع التأمين الخاص به التحضير للمريض قبل العملية بيتم هنا في العيادة وكذلك المتابعة بعد العملية بتتم أيضا في العيادة فالمريض بتاعنا مش محتاج يروح للمستشفى غير يوم العملية فقط أما باقي المتابعة بتكون عن طريق العيادة بتاعي مشاهدين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان مشاكل الجيوب الأنفية في زمن الكورونا الحقيقة طبعا موضوع مهم جدا فكرة الكورونا وتأثيرها والأعراض اللي بنتعرض لها مع وجود يعني المرض أو وباء الكورونا بشكل عام والحقيقة النهاردة هنتكلم عن ده وإيه الفروق بينه وبين الحساسية مشرفنا جدا بالحضور دكتور مينا ماهر استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف الوظيفي ومناظير الجيوب الأنفية مدرس طب وجراحة الأنف والأذن الحنجرة وتجميل الأنف بكلية الطب جامعة عين شمس مدير وحدة الأنف والأذن مستشفى العزل الجامعي بالعبور أهلا بحياتك معنا مشرفنا دكتور مينا النهاردة أهلا بحياتك يا دكتور ورسادة المشاهدين كله طبعا موضوعنا مهم النهاردة فكرة العرض اللي يمكن يكون بيتزامن مع زي ما قلنا كده الوباء الكبير بتاع الكورونا وفي نفس الوقت كمان هو عرض لأمراض بسيطة جدا أو ناس عايشة بيها المدة الطويلة وهي حسية الأنف عايزنا نعرف إيه الفرق بين حسية الأنف والتهابات الجيوب الأنفية اللي ممكن تكون مستحبة لمراض الكورونا تمام هو الحقيقة خلينا نقول أن الكوفيد هو عبارة عن فيروس من فيروسات المسببة لعدوى جهاز التنفس العلوي بس هو التهابه بيبقى حاد وعنيف شوية وده يختلف تماما عن حساسية الجيوب الأنفية أو بنسميها التهاب الجيوب الأنفية التحسوسي اللي هو عبارة عن يعني رد فعل عنيف شوية لجهاز المناعة عند بعض الأشخاص لحاجات مستيرات تبدو عادية عند الأشخاص الطبيعيين زي مثلا الأتربة والأدخنة والعوادم إلى آخر فيه أعراض الحقيقة متشابكة فعلا ما بين الاثنين وفيه زي جريزون كده بتخلي المريض طب أنا بيجي للحاجات دي كتير هو أنا كده في كوفيد ولا ما فيش فإحنا يعني عشان نفصل الكلام دوت فيه حاجات يعني صعب جدا تحصل في مريض حساسية الجيوب الأنفية ووردة جدا أو مهمة جدا أنها تحصل في الكورونا وفيه حاجات العكس فخلينا ممكن نستعرض كده بعد المقارنة أو الكمباريزون ما بين الاثنين زي ما احنا شايفين في الجدول كده المريض بتاع الكوفيد مهم جدا أنها عنده أعراض اتفعت عليها من نظمة الصحة العالمية من أول بداية الجائحة اللي هي أول حاجة يبقى فيه حرارة شديدة ويبقى فيه همدان وتكسير في الجسم واجع في المفاصل والعضلات يبقى فيه سعال جاف أو كحة نشفة ويبقى فيه في المراحل المتقدمة شوية صعوبة في التنفس ونهجان وكذا الأربع أعراض دول صعب يحصلوا في المريض اللي عنده حساسية جيوب الأنفية وإن كان يعني دي التنفس أو السعال الجاف ممكن يحصله بنسبة صغيرة لو المريض ده مصاحب مع حساسية جيوب الأنفية حساسية صدره بس هيبقى مش حاجة قوية زي اللي بيحصل في الكوفيد فيه أعراض تانية برضو تفصل الموضوع زي مثلا الفجدان المفاجئ في حساس الشام والتزوق زي الصداع الشديد زي الإسهال أعراض بقى بره الجهاز التنفسي ده صعب قوي يحصل في المريض عنده حساسية مزمنة على الجنب الآخر بقى فيه أعراض لا أساسية أنها لازم تكون المريض اللي حساسية جيوب الأنفية بيعرف أنها بتتكرر معاه زي الرشح المستمر وسيلان الأنف العطس المتكرر نوبات من العطس المتكرر الحكة في الأنف يحمرار في العين تهيج في العين الحاجات دي قليلة أنها تحصل مع الكورونا في حين كل الأعراض بقى كلها بتاعة الكوفيد بنميز أنها تيجي بصورة حدة وشديدة غير أعراض المريض اللي عنده حساسية مزمنة أو التهاب جيوب بقى فيها تحسوس ده بيبقى أعراض متكررة ومش متزايدة يعني هو نفس اللي بيحصل معك في كل دور أو في كل مرة بنشتك فيه عايش بيها وشافها كتير فبتالي المتكرر هو شخصيا بيبقى حاسس أن دي مفيش حاجة أغرب من الطبيعي بالزبط دي النقطة الأساسية يعني يمكن حقيقة ذكرت وقلت نقطة وبتالي كلنا منشوفها فيه الكورونا بشكل قوي هو فقدان حاسة الشام عايزة أقف عند فقدان حاسة الشام وعرف من حضرتك إمتى ممكن تكون واضحة أو موجودة في الجيوب الأنفية أو مرضى جيوب الأنفية وأيضا عندما تتزامن مع مرض الكورونا عشان نفسي برضو النقطة دي يعني إحنا بنقول إن الفقدان حاسة الشام والتزوق اللي بيحصل مع الكوفيد ليه يعني تلاتة كريتيريا كده مهمين أول حاجة إن هو يبقى حاجة حدة سريعة جدا وشديدة ومفاجأة يعني أنا كنت كويس جدا دكتور مبارح صحية النهاردة الصبح بشرة بالقهوة بتاعتي مش مستطعمها ومش شميمها مرة واحدة ما كانش فيه مقدمات ده يرجح كافة الكوفيد بنسبة كبيرة جدا رقم اتنين اللي يبقى معاه مشكلة في التزوق مفيش تدرج في العرض لازم يقصر فاجئة اللي هو أنا حاس الشام ضعيف تضعف سننا بسننا لا أنا قنص ممكن في نفس اليوم أنا كنت النهاردة الشام كويس الصبح بير في يوم بتاعي بالليل ما بقيتش شامه في نفس اليوم رقم اتنين يبقى مصاحب معاه مشكلة في التزوق يعني مشكلة في الطعام رقم تلاتة إنه ما يكونش بقى معاه سيلان في الأنف أو انسداد في الأنف لأن في ناس بيحصل معاه مع فيروسات البرد المتكررة ومشكلة وهو بيبقى عارف برضو إنه كل دور برد بيجيله بيقل معاه حاس الشام شوية فده لا ده ما يبقاش معاه سيلان في الأنف ولا انسداد في الأنف تلاتة أعراض دول لو توفروا بيرفعوا نسبة اللي نحنا نتأكد إنه ده كوفيد لأكتر من 98% إذن وزود إنه نعمل مسحة أو حاجة من غير حتى ما نعمل بعض الكشفات أو بعض بدأنا متأكدين خلاص الموضوع بتدفع حالتك ضعف ومفاجئ في حاس الشام اللي أنا أعتبره كوفيد اللي أنا يسبط العكس يعني من الحاجات برضو اللي دايما بتلاقي أسئلة كتير عند الناس واللي دايما عندهم مخاوف منها إن الشخص اللي عنده حساسية زي ما حيك قلت بشكل مزمن أو عايش بيها مع وجود الموجات يمكن كمان المتكررات اللي تحدخني على الموجة الرابعة أو دخل عليها بالفعل الفكرة في هذا التوقيت تحديدا فكرة الكورونا وأنا كمان أصلا مريض حساسية إلى أي مدى ده بيأثر على مرضى حساسية والمخاوف بتاعة مرضى حساسية الأنف أو الجيوب الأنفية بشكل عام سؤال جميل طبعا هو طبعا حق مريض الحساسية إنه هو يخاف أكتر لأنه قريدي عنده أعراض في المشاكل في الجهاز التنفسي لكن عشان طبع من الناس هو مفيش دليل مثبت في أي ورقة بحسية حتى الآن بيقول إنه مريض حساسية جيوب الأنفية أو التحسوسي المزمن هو أكثر عرضة لأنه يلقت الكوفيد أو يصاب الكوفيد أكتر من غيره فبدي حاجة تطمت يعني ده مش عرضة أكبر إنه هو يحصل له الكورونا لا مش شرط بالزبط فهو مش عرضة إنه هو يحصل له الكورونا أكتر لكن في مشكلات تانية قد تدخله أو عوام المرجحة إنه هو يدخل في مضاعفات أكتر زي مثلا إحنا المريض دوت غالبا غالبا بيكون عنده ديء في ممرات الهوى اللي هي عن طريق الأنف يعني هو بيبقى عنده مشاكل في الجيوب الأنفية وانسداد في الأنف مزمن وبالتالي بيبقى عنده هابط إنه هو بيتنفس من بقه أكتر طبعا التنفس عن طريق الفم بيحرم المريض من وظيف أساسية جدا لتنفس الأنف اللي هي بتقوم بتنقية وفلترة وتدفئة وترطيب الهوى اللي داخل على الجهاز التنفس السفلي وبالتالي المريض ده أكثر عرضة إنه هو يصاب بمشاكل جهاز التنفس السفلي اللي هي مع الكورونا ممكن طبعا توصل ليه الفشل الرئوي اللي هو المشكلة الأساسية تمام فده رقم واحد رقم اثنين إنه في مرضى كتير جدا من حاسية الجيوب الأنفية بيبقى عنده مشكلة إنه هو ماشي على علاجات زي ما احنا قلنا إنه هو زيادة أو فارط فيه المناعة تجاه مؤثر أو مسبب معين فهو بياخد حاجات بتصبط المناعة زي أدوية الكورتيزون مثلا فأدوية الكورتيزون دي ببتالي إنه هي بتقلل المناعة فبتخلي فرصة إنه هو الفيروس لو هو لقطه يعمل أعراض أكتر ويعمل مشاكل أكتر في الجهاز التنفسي أكتر والنقطة الثالثة اللي احنا تكلمنا فيها في الأول إنه هو دايما بيبقى متخبط هو مش عارف هو في المنطقة اللي هو مش عارف هو ده كده ولا كده وده بيخليه يبقى الآن أكتر فالتمييز هيبقى أصعب غير واحد طبيعي ما بيحصل لهوش مشاكل وجاله مشاكل مرة واحدة في جيوب الأنفاف ببقى عارف إنه في الإيرا دي أنا لازم أشك إنه هو كوفيد لكن التاني يبقى عنده لا ده هو ده يعني يعني إيه يجني شوية ويعود يعني يحس إنه هو مش كوفيد مش كوفيد مش كوفيد غير متحصل مشكلة دي مشكلة الأساسية لكن كإصابة أو كنسبة إصابة لا زيه زي الكوميونيوني يبقى رافض الفكرة مش مقتنع إنه هو ممكن يقضي أجل غير حيث لما يقتنع إنه هو يحصل بأحية جديدة طيب خلينا نتكلم برضو على فكرة الحساسية وعايز برضو أروح لحياك في فكرة المرضى المزمنين والمرضى اللي عندهم ممكن حساسية موسمية إيه الفرق بينهم وبرضو اختلافهم لتقبل أو زي ما حيك قلت يمكن المضعفات اللي هتبقى مشكلة كبيرة في حالات الكورونا أو الإصابة بالكورونا ببساطة هو العين اللي بيشتكي من الأعراض بتاعة الرشح والعطس والانسداد والتهيج في الوقت اللي ما بين تغيرات درجات الحرارة وده بيحصل عندنا كتير في الجو بتاع مصر ده عنده حاسية موسمية ممكن يبقى بيحتاج علاج وقت تغير الفصول بس ولكن في ناس تاني بيبقى عندها موضوع طول السنة يعني بيبقى موضوع مزمن معي أكتر من أربع أيام في الأسبوع على مدار فترة طويلة جدا من السنة هو بيشتكي وده غالبا بيبقى ماشا على علاج مزمن زي وزي علاج مثلا الراجل اللي بيغط علاج ضغط أو سكر علاج مستمرة طول السنة وزي ما قلنا لا ما فيش قلق أن أنت أكتر عرضة الإصابة بس تكون حذر أكتر علشان أنت مش هتفرق بسهولة وعشان أنت ممكن تدخل في مضاعفات أكتر يعني حقيقة عايزة تقول برضو العرضة أو المضاعفات ممكن تبقى قريبة من بعض نفس الفكرة مجرد أنه عنده حساسية أو عنده يعني مرض في جيوب الأنفية هيبقى العرض بتاعه هيبقى قريبة أو من بعض حتى لو مزمن أو هو فقط في موسم واحد أو موسمي طيب خليني أعوص برضو حقيقة لفكرة الإحترازات يعني لو إحنا فعلا عندنا مشكلة مع مرضى أو التابعات الجيوب الأنفية ولازم يكونوا فعلا عندهم نوع من اليقين ونوع من التوعية أن في مشكلة هتحصل لهم بشكل كبير عند الإصابة بالكورونا ولو كان ده مش بيزود إصابتهم بالكورونا زي ما حقيقة وضحت وقلت بشكورك على ده لكن لما يكونوا فعلا هيصابوا بالكورونا دي ممكن تعملوا مشاكل كبيرة فإحترازات ممكن يكونوا بياخدوها طبعا واحد واثنين وثلاثة واربعة ليهم والغيرهم هو التطعيم اللقاح بعد كده الإجراءات العامة الإجراءات الاحترازية العامة من تباعد اجتماعي وتجنب الاختلاط وغسل الإيد المستمر والكلام ده كله ده طبعا ينطبق الرقم بس اللي هي ثلاثة اللي هي خاصة بيهم بقى هما أرجوك خلي مناخيرك مش مزدودة أرجوك خد علاجك أرجوك نضف مناخيرك بصورة دورية مش عايزين نتنفس من البق كتير عايزين دايما التنفس يبقى عن طريق الأنف رقم أربعة نصيحة مهمة جدا زي ما قلنا كده من شوية أي عرض جديد على حضرتك لا بلغ الطبيب على طول استشير طبيبك على طول ما تستناش ان هو ايه أنا مش متعود على عرض ده يعني أنا كل الأدوار بتجيلي كل المشاكل بتجيلي بس المراضي فيه مشكلة في الشام المراضي لا فيه صدع نصفي عنيف المراضي فيه حرقان شديد جدا غير اللي أنا متعود عليه جوه الأنف المراضي لا فيه إعياء وتعب ومش قادر أقوم بشغلي أنا أقوم بشغلي عادي بيبقى آه معايا شوية عطس ورشح لكن أنا أقوم بشغلي عادي لأن أي عرض من دول لا نستشير الطبيب طبعا بسرعة لأن ده وارد يكون يعني ريت فلاك كده يعني ده ممكن يكون كوفيد بالحاجات برضو اللي بتشغل بل بعض هي تحورات الكوفيد يعني زي ما شفنا كده من موجات أولى وتانية وتالتة وصلنا لوقتي الموجة الرابعة وما بعدها لسه بنشوف برضو كل يوم بنشوف موجة جديدة سواء في العالم أو بتيجي كمان على بلدنا ومصر النهاردة بنتكلم على موجات جديدة إيه الحاجات اللي النهاردة مختلفة يمكن على الموجات السابقة إيه الحاجات اللي ممكن يكون شخص أو المريض أو هل بنتكلم بشكل خاص على مرضى حساسية جيوب الأنفية بشكل خاص النهاردة إيه الحاجات اللي لازم يكونوا بياخدوا بالهم منها أو إيه التغير اللي حصل في الكورونا تخلينا ناخد بالنا أكتر الحقيقة زي أي فيروس زي أي فيروس الفيروس طبيعته التحور إحنا في خناقة دايما ما بين الإيميون سيستم بتاع الجسم اللي هو المناعة بتاعت الشخص والفيروس الخارجي إحنا بيجي لنا أول مرة مناعة الجسم التعرف عليه بتبدأ تكون أجسام مضادة في جسمي علشان لما يجي لي الفيروس دا والتاني أهجمه هو الفيروس برضو بيهاجمني لما ييجي تاني مرة ويلاقيني إيه دا دا أنت عندك أجسام مضادة لا دا أنا هعمل ميوتاشن بقى أنا هعمل تحور في الجين بتاعي بحيث أن أنا أصيبك أكتر فإحنا على طول في هذه الحرب عشان كده الناس برضو اللي تقولي أنا جالي أنا خدت كورونا لا هو حرارتك مش إيميون إن أنت ما يجي لكش تاني فيه ناس جالهم بثلاثة واربعة وخمس مرات وكل مرة ممكن أعراض مختلفة أنا خدت التطعيم وده بسبب التحوير بالزبط بسبب التحوير يعني موحلي ولكن أنا خدت التطعيم لا التطعيم دا بالنسبة كبيرة احنا هناخده كل سنة زي تطعيم الإنفلوانزة فطبعا دي يعني النقطة لازم نفصلها برضو عند أستاذ المشاهدين ولكن برضو مرة تانية بنأكد أن ما فيش دليل ثابت أنه أنا كمريض جيوب أنفية متعرض لجيل الفيروس المتحور أكتر لا خالص خالص طيب خلني برضو تكلم على فكرة زي ما حقيقة تفضلت وقلت على فكرة في وقدان الحواياس زي الشم والتزوق إمتى ممكن ترجع تاني وليه ممكن الناس تتأثر بها بشكل مختلف عن الناس نقطة مهمة جدا طبعا الفيسيولوجي بتاع الموضوع ده معقد جدا يعني بس عشان نوضحه كده للسادة المشاهدين بصورة بسيطة الحقيقة هو يمكن نشوف صورة لها إن في عندي أنا نهايات عصبية اللي هي مستقبلات الشم دي بتبقى موجودة تربية في سقف الأنف وجيوب الأنف العنقضية في المنطقة دي صورة معاني ده المكان ده لو خدنا زوم كده عليه زي ما احنا شايفين بنلاقي إن في الخلايا الصفرة دي اللي هو المنطقة اللي بتشم اللي بتحس بالشم الخلايا الصفرة دي هي مستقبلات الشم اللي هي في النص دي مشاورة عليها الخلايا التانية الحمرة دي بنسميها خلايا داعمة أو سبورتينج سيلز اللي هي اللي هي ما فيهاش مستقبلات الشم بعد كده بيطلع من الخلايا بتاعت الشم دي زي فيبر زي كده وتعمل كابل الكابل ده هو عصب الشم الرئيسي هو ده العصب بعد كده بيحصل فيه عقدة كده بنسميها البصيلة الشمية أو الفاكتوري بالب وده جزء من الجهاز العصبي يعني المركزي طبعا فيه نمطين هنا من الإصابة فيه نمطين من الإصابة لو أنا جات للإصابة في الخلايا الحمرة اللي هي الخلايا الدعمة دي بنسبة كبيرة جدا أنا هيحصل عندي ضعف في الشم ممكن ميبقاش عنيف ويرجع لوحده بسهولة لوحده ممكن ماخدش عليك لكن لو أنا في النمط التاني أو الكاتيجوري التاني اللي أنا تم إصابة الخلايا الحسية ومستقبلات الشم نفسها أو البصيلة الشمية يعني الموضوع بقى داخلي أو ناحية الجهاز العصبي المركزي أكتر غالبا ده بقى اللي بيطول وممكن يقعد فترة طويلة وممكن يعني ما يتحسنش بسهولة عشان كده نصيحة برضو للأسادة المشاهدين أنا ابن عمي فقد الشم وبعد يومين رجع فأنا مش هروح لدكتور لا أنت ممكن تكون من الكاتيجوري التاني يعني مش ضروري نقعد نستنى 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 لأن كل ده عصب كل ما بنستنى على أن احنا نتدخل بعلاج كل ما ممكن نتدهر أكتر يعني مكان الإصابة هي دي دكتور بمنتهى البساطة اللي بتحدد نوع أو أن هو يرجع لي تاني أو ياخد وقت أطول في العلاج بتاعه أو أقدر مكان الإصابة ده حاجة صعبة جدا نحنا نعرفها ما فيش مثلا شيعة أو حاجة هنعملها ده عصب يعني كهرباء يعني مش هنشوفه عشان كده احتاط حضرتك احتاط أحسن ما تطلع أنت من المشكلة التانية اللي ممكن تحسنش بسهوله احتاط واكشف وابدأ علاج وابدأ زي ما هنقول بعد شوية يعني تعالجي ازاي من القصة ديت لازم تبدأ بسرعة علشان ما تبقاش المشكلة متفاق مع أكبر خلينا نفهم برضو ما حاك فكرة العلاجات أو فكرة التشخيص الاتنية زي ما حاك قلت يمكن التشخيص الاتنين من واحد هيروح بسرعة الثانية هيتطول شوية دي واضحة طيب هل ده لي علاج مختلف عنده هل ده نقدر نعمله بروتوكول علاجي مثلا نقدر نتغضع أول حاجة آه طبعا في يعني ما فيش حاجة اسمها ما فيش حل يعني احنا في الإراءة دلوقتي كل حاجة في العلم بتتطور فما فيش حاجة ما لهاش حل آه طبعا في حل بس النصيحة أن احنا كل ما بنتأخر في هذا الحل في تقديم هذا الحل والعلاج دوت كل ما رجوع الحسة بيبقى أصعب ففي علاجات دوائية طبعا بنمشي عليها زي بخاخات الأنف وبعض الفيتامينز اللي بنوصفها للمرضى لكن مهم جدا 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 حاجة اسمها عادة تأهيل وتدريب حسة الشام بمعنى إيه ده عصب زي مثلا لو حد جاي له مثلا شلل في رجله وما ده شلل يعني مشكلة في العصب المحرك للغضلات بتاعت الرجل لبس لها عصب حركي بياخد علاجات بس ما بيقومش يمشي بيعمل حاجة اسمها عليك طبيعي اللي هو إعادة التأهيل نفس الكلام ده عصب برضو فأنا محتاج أن أنا أعيد تأهيله عيد تأهيل لعصب الشام دي بتبقى عبارة عن تمرنات بقى احنا بنعلمها للمريض بحاجات معينة وبروتوكولات معينة كم مرة في اليوم وحاجات زي كده بحيث أن احنا نرجع حاسة الشام واحدة واحدة ونفوقها واحدة وده برضو تاني يعتمد على التدخل السريع يعني كل ما هجالي للعيام متأخر وليه فترة كبيرة كل ما الصعوبة أن هو يرجع لزي ما كان هتبقى أكتر فالنصيحة ما تحبطش ما تويقاس يعني فيه ناس بتجلنا تقولنا لي يا تمن شهور يا دكتور لا في حل مش عارفة شم خلاص فقط الحاسة تماما حتى بعد ما خفت تماما من الكوفيد أو تعايفة للأسف ده كمان فيه مشكلة مزرب الأكتر من كده أن هي مش بس تفقد أنه يحصل هلواسة في الشام يعني ودايما هنا في الكوفيد بتيجي بطريقة الهلواسة دي بريحة سيئة يعني هو بيشم كل الحاجات ريحة سيئة وبالتالي ده بينعكس على الطعم فيه ناس مثلا حالتك تتخيل أن هو كان تخين مثلا ومش عارف يخص خالص وبعد ما جاله الكوفيد خاص جدا لأنه مش طايق الأكل تتطور كمان لطعم الميا يعني طعم الميا كمان يبقى سيئ فموضوع يعني تطوراته بتبقى بايخة جدا فعشان كده بننصح نحن نتدخل بسرعة بزي مضعفات طبعا قدرنا نشوفها مؤخرا لأنه بعد ما أخد وقت طويل وكوفيد بقاله بفترة مستمر قدرنا نشوف ده مع الوقت ومع طول الوقت دكتور مينا الحقيقة صعبة جدا اللي حاجة بتقولها دي وحاجة مهمة جدا نحن ناخد فعلا بنا منها وزي ما حقيقة قلت لو موضوع ما انتهاش بشكل سريع لازم يكون لي شكل علاجي نشتغل عليه دكتور مينا حقيقة عندي أسئلة كتير قوي على الكوفيد يعني حلقتنا النهاردة على الكوفيد بشكل خاص على الجيوب الأنفية مرضى الجيوب الأنفية المزمنة أو أيضا الموسمية مهم قوي أسئلة ليهم كتير عندهم يطرحوها كمان علينا يمكن هناخد أسئلة من المشاهدين في النص تاني من حلقتنا بعد ما نكمل أو نستكمل محاك برضو حوارنا عن تفاصيل هذا الموضوع بشكل خاص خليكم معنا فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور مينا بعد الفاصل مشاهدين رجعنا مرة تانية ولسا مكملين موضوعنا عن مشاكل الجيوب الأنفية في زمن الكورونا طبعا موضوع زي ما قلنا مهم جدا ناس كتير بيبقى عندها ألأ رهيب سبشالي أو بخاصة جدا ناس اللي عندها أصلا التهابات في الجيوب الأنفية أو حساسية في الأنف بشكل كبير مزمنة أو موسمية ناس كتير بتبقى مقلقة جدا من فكرة طب لو جالي كورونا هيحصل لي وده اللي ممكن اللي طالحناه في نص الحالة الأول مع عضفنا اللي مشرفنا دكتور مينا ماهر استشاري طب وجراحة الأنف والأذن الحنجرة تجميل الأنف الوظيفي ومناظير الجيوب الأنفية مدرس طب وجراحة الأنف والأذن الحنجرة وتجميل الأنف بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير وحدة الأنف والأذن مستشفى العزل الجامعي بالعبور بتشرف بحقيق مرة تانية دكتور مينا وبتالي احنا في الجزء الأول من حلقتنا اتكلمنا كتير أو فصرنا كتير عن فكرة حاسة الشم إزاي ممكن تفقد وحاكي ممكن وضحتنا كمان بصورة بسيطة ومبسطة على فكرة فين مكان الإصابة ده ممكن يختلف بشكل كبير في العلاج بتاعها وإزاي ممكن تبقى حاجة سريعة وتعدي وتمر مرور الكرام ممكن تتعلق وتعود معنا فترة أطول وساعتها بتحتاج تدخل وزاي ما قلنا وحاكي بسطهانا بالعلاج الطبيعي للعصب إزاي نقدر نعمل ده بشكل كبير خليني برضو يعني أكمل النقطة دي مع حضرتها بفكرة فقدان حاسة الشم يمكن حيكوضحتها هنا لكن فكرة أننا كمان مش عارفة تزوق إعلاقة ده بده وليه ممكن المريض الكورونا فعلا كمان يفقد التزوق أو أن هو يقدر يستطعم الطعام بشكل اللي جيد هو فعلا الناس كتير بتقول كده ده فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي طب أنا لساني ماله يعني أنا ما فيش مشكلة في لساني عشان مش قادر أتزوق الأكل هو برضو لو رجعنا لقالية التزوق إحنا مش بنا تزوق المستقبلات الحسية اللي هي في اللسان دي بتستقبل الأربع أطعم الأساسية اللي هو الحاجات الحلوة الحاجات الملحة الحاجات المرة الحاجات اللازعة لكن في نكهات بقى يعني مش كل المسكر حاجة واحد مش كل الملح حاجة واحد فالمخ بيعمل إنتجريشن ما بين ثلاث حاجات بيعمل تدخل وتشبك ما بين ثلاث حاجات مستقبلات مستقبلات اللي موجودة في تست باتس أو مستقبلات التزوق اللي في اللسان وفي سقف الحلق والحاجات دي وبنسبة كبيرة جدا مستقبلات الشم اللي هي بتدين الفليفر بتاعة الأكل اللي أنا باكله تمام يستطعم كلمة يستطعم يعني بشكل بسيط وكمان المادة بتاعة الأكل كمان الميكانيكال سنسيشن بتاع الأكل وهو في بقى هل دي حاجة طرية ولا حاجة ناشفة ولا حاجة شكلها إيه وتوظيف الكلام ده كله بقى في الجهاز العصب المركزي بيديني في الآخر النداء وأنا مغمض عينيك كده لو خدت وانا عرفت النداء كذا مش هزا عرفت الأكل دي إيه والدليل على كده أدلة كتير جدا زي مثلا نحويتك الناس وهي ماشية مثلا تشم ريحة حاجة مشوية فريقه يجري بالشم هو مدقش حاجة إذن الشم جزء أساسي في التزوق حاجة تانية مثلا الأطفال عندنا لما بنيجي مثلا ديهم دواء مثلا إيه طعم واحد شوية تلاقي مثلا الأم تقول له إيه طب اقفل مناخرك وانت بتشربه ده معنى إيه معنى أنه هو وهو يشترك الأنف بتشترك فيه تزوق الطعامين ده فيه بعض التكست بوكس كتبة أن دور حسن الشم قد يعدي 70 وال80% من التزوق وبالتالي ما فيش مشكلة عند حريطك في التزوق ولا حاجة المشكلة الأساسية في الشم ولكن ده بينعكس على التزوق والانعكاس دوت بيتحسن تماما وينتهي تماما أول ما الشم يرجع أوتوماتيك التزوق يرجع معي طبطين بشكل كبير يعني جدا جدا هي تعتبر يعني حسة متدخلة مع بعض طيب يعني طبعا يعني بتهلي حيك فهمتنا كتير عن فكرة الجيوب الأنفية أو المرضى الحساسية أو الجيوب الأنفية وكلمنا كمان على مشكلة ده مع مرض الكورونا قد ده ده كمان متلامس أو بيلمس فكرة الأنف أو الجهاز التنفسي بشكل خاص فقدي ايه بي الناس كتير عندها أسئلة على الحياة يا دكتور مينا يعني يمكن الناس بعثون أسئلة من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج صحيتك أو كمان أسئلة الشائعة اللي بتيجي حيك في العيادة ودي جمعناها النهاردة وعايزين نتكلم فيها مع حيك اللي هي بتمثل مواضيع كاملة عن كل سؤال خليني أبدأ مع السؤال الأول عن شخص بيقول أنا مهندس معماري عندي مشكلة في الأنف عندي انسداد مستمر في الأنف منذ سنتين وكل ما تكلم الناس تفتكر أنه عندي زكام يعني حتى صوته اتغير اختلف هو انسداد مستمر ذهبت للطبيب قال لي لازم أعمل منذار للأنف تنصح حضرتك بإيه وأعمل إيه طيب هي مشكلة طبعا أول حاجة أن حضرتك مهندس معماري مهندس معماري دي تحطينا في ريسك كبير جدا أن احنا بنتواجد في أماكن أتربة وعوادم وأسمنت وكلام ده كله دي من مسيرات الحساسية الأساسية فواضح كده أن احنا طالما الموضوع عليه سنتين أو أكتر يبقى احنا عندنا حساسية مزمنة بالأنف وجيوب الأنفية تمام؟ بدأ بقى هو مؤخرا يشتكي أن فيه انسداد والانسداد ده بقى أبين على تون الصوت بتاعه يعني الأنف مقفولة تماما حتى لو حد تكلمه في التلفون وانت عندك برد ودي مشكلة كبيرة قوي على فكرة الناس اللي عندهم حساسية ديت اللي هو كل شوية يجي ايه أنا عايز سيك نوت عشان أنا صوتي مقفول وأنا مناخيري مسدود فمشكلة زي ما اتفقنا أنه هو فيه يعني ايه تداخل جامعة فطبعا يكونوا بقى مهندس ويكونوا الموضوع لي سنتين عند انسداد مش حاجة بتيجي وتروح ده معناه أن احنا بدأ نهمل شوية في الحساسية المزمنة القديمة ديت فبدأ يحصل منها مضاعفات خلينا برضو نوضح فين جيوب الأنفية وإيه المشكلة اللي بيحصل فيها الحساسية ديت من خلال برضو الصور اللي معنا لو احنا بصينا هنا كده على الصورة ديت احنا عندنا الفراغات اللي هي متلونة ديت هي جيوب الأنفية المكان اللي فوق العين الأماكن اللي بين العين اللي هي جيوب الأنفية العنقضية المكان اللي تحت العين كل الفراغات اللي هي متلونة ديت بالأحمر دي أماكن جيوب الأنفية والحقيقة ربنا خلق جيوب الأنفئة ليه؟ عشان تبقى فيها هوا ببساطة إحنا لو الجمجومة دي كلها عبارة عن عضم مصمت كده كانت تبقى تقيلة جدا وهنبقى عندنا أصداع وهتبقى تقيلة على الرقبة فربنا خلى أن فيه فراغات اسمها جيوب الأنفئة عشان تخفف أساسا حجم الجمجومة فاللون الأحمر ده معناه مجرى هوا فالمفروض أن هي يبقى جواها هوا والنص المثلث اللي في النص دوت هو الأنف فيه زي الوتيرة الأنفية والحاجز الأنف اللي هو الخط اللي في النص ده اللي هو اسمه الحاجز الأنفي وفيه زي سنيات كده من الجناب اسمها غدريف الأنف غدريف الأنف طبعا فيه السفلية والوسطى والعليا لكن بنهتم أكتر في المرضى بالغدريف السفلية زي ما احنا شايفين كده في الصورة فيه ناحية نلاحظ أن التجويف الهوا أكبر وإحنا مشاولين على الغدريف السفلية والغدريف صغيرة والناحية الثانية الغدروف متمدد وتخين وبالتالي يشغل جزء كبير من مساحة التجويف المسؤول عن مجرى الهوى فالباش مهندس غالبا حصل عنده حاجة من اتنين الحاجة الاولية قد تكون تمدد في الغشية المخاطية اللي جوه الانف مع الحسية المزمنة واهمالها بيبدأ يزيد سمكة الغشية المخاطية اللي هو البطانة اللي مبطانة كل الجيوب الانفية والانف اكتر حتة فيها هذه البطانة هي الغضريف السفلية ديت لان هي اكتر مساحة فطبعا لما تتمدد بتبدأ تشغل مساحة كبيرة من مجرى الهوى فيبقى عنده انسداد فده رقم واحد ممكن يكون له حصل معك رقم اتنين قد يكون بقى بدأ يحصل مشكلة اكبر اللي هي بدأ يحصل زوايد لحمية من هذه التراهولات اللي في الغشية المخاطية بدأ بقى يبقى فيه مخاط ويروح ايه ينزل كده ويتدلج هو الانف اللي هو بقى لحمية الجيوب الانفية ممكن برضو نشوف لها صورة كده توضح الموضوع ده هل يقوم الالتهاب دكتور مينة ولا ده من سميه ايه؟ ده لا امين مش التهاب طبعا فيه لحمية نتيجة الالتهاب بس اللي عند البشمهندس ممكن تبقى بنسبة كبيرة لحمية نتيجة الحساسية اللحمية عبارة عن كيس وجوه ماء فعولات زوايدة مخاط زي ما بينزل مخاط وعندي راشحة متكللة بعض المخاط بقى ترقم تحت الغشاء المخاطي فمش هيخرج فيبدأ يسحب الغشاء المخاطي لتحت فيبدأ يعمل لحمية زي مثلا احنا كده شايفين في الصورة اللي فوق ده ده المنظر الطبيعي في نفس يمكن المريض ديه نحية وديه نحية تانية المكان اللي ما بين الحجز الانفي والغضريف بتاعت الانف في الصورة اللي فوق كدبين احنا عليه السهم دوت انه هو كلير او انه هو فاضي يعني مجرى الهوى ماشي مفيش مشكلة لو بصينا بقى على الصورة اللي تحت في لحمية اللي احنا معلمنا عليها بالاصفر ده دي منظر اللحميات هي زوائد لينة كده بتبقى كيانها كيس فيه مية كده يعني تمام وبتغطي بقى خالص مجرى الهوى ممكن توصل الانسداد كامل الانف ولو اهملت ممكن حتى تبقى افدنت وبينها من فتحة الانف الخارجية كمان فالباش مهندس عنده مشكلة من الاتنين دول عشان كده فعلا احنا محتاجين نعمل اشعة مقطعية من غير سبغة عشان الناس برضو بتخاف من المقطعية اشعة الانف بدايما من غير سبغة مش محتاجين فيها سبغة ونفحص برضو الانف بالمنزار قد تكون محتاج علاج دوائي وقد تكون محتاج فعلا تدخل بالمنزار لو في لحميات مش مستجيبة لعلاج الدوائي او كده بنعمل عملية بسيطة زي مناظر الجيوب الانفية وننضف الحاجات ديت كلها طب خلييني اروح برضو لي برضو حالة اخرى عن شخص بيقول بعيني من اعوجاج ظاهري في الانف عندي انسداد في الانف ايه هو السبب طبعا هيك عارفين ان تخصصك يمكن برضو خاص جدا في تجميل الانف لما يكون فيه اعوجاج ممكن يأثر ازاي عن هذا الشخص ان اعوجاج او اعوجاج الانف عنده ايه سبب ده هو هنا واضح ان المريض يشكي من حاجتين حاجة بيقول ان فيه انسداد في الانف واضح ان فيه حاجة يعني داخلية في مجرى الهواء فيه انسداد في الوظيفة وفيه مشكلة في الشكل خارجيا هو شايف ان فيه اعوجاج او مشكلة في شكل الانف الخارجي ده غالبا غالبا هيكون نتيجة خبطة قديمة غالبا ناس كتيرة جدا احنا وانحنا بنلعب رياضة وانحنا صغيرين بنتخبط خبطات بتبقى بسيطة بس ممكن مع نمو والوج تبدأ تزهر الشكل اللي ما تغير ده فهو غالبا فيه كدمة قديمة وفيه خبطة قديمة وفيه كسر قديم في الانف ادى لحاجتين حاجة اثرت على الوظيفة وغالبا هنا هتكون حاجة اسمها اعوجاج في الحاجز الانفي يعني الوثيرة الانفية اللي هي شفناها في النص دات لا يعني فيها انحناء كده في ناحية او في ناحيتين ساعات بتبقى في ناحيتين فسد الانف او في ناحية تتنفس احسن من التانية وعنده مشكلة خارجية ده يخدنا ان احنا لا احنا مش بس هنعمل لك يعني مثلا زي المريض دوت مثلا عندنا واضح جدا ان فيه عوجاج خارجي في شكل الانف ده اكيد خبطة ده احنا هنا طبعا ده قبل وبعد العملية بتاع التجميل الانف الوظيفي وعلى فكرة هي لسه العملية مثلا هنا لها عشر تيام يعني ده مش نتيجة كمان نهائية احنا لسه شايفين مكان الدم ومكان البلاستر حتى في وشه يعني مش عاملين فيها اي فوتوشوب فواضح جدا من شكل الانف الخارجي قبل وبعد الموضوع طبعا مش بس في الشكل لأ فيه كمان في الوظيفة وده يمكن الفرق بين زميلنا بتوع التجميل جرحين التجميل اللي بتخصصه في تجميل الانف بيزبط الشكل الخارجي لكن تجميل الانف الوظيفي اللي هو التخصص دقيق بتاع الانف والأذن هو ان انا ازبط الوظيفة من جوه اللي هي المشكلة الحنقية اللي جوه اللي سد الانف وفي نفس الوقت ازبط الشكل الخارجي فيه برضو هنا حاجات تانية زي مثلا مرضى في مشكلة في الشكل الجانبي يعني فيه هنب او فيه مشكلة في شكل الانف من الجنب مش بس من قدام يعني ساعات بيبقى عنده عوجاج من قدام وكمان متغير الشكل من الجنب ده برضو بتبقى عنده زبط زي مثلا البنت دي بنت أمورة جدا بس شكل الأنف يعني مضايقها ودي نتيجة خبطة نفس الكلام هنا برضو دي نتيجة خبطة برضو قديمة ده برضو قبل وبعد فمش بس الفرانت فيو هو اللي بيبقى متأثر ده كل شكل الأنف برضو هي سنتر الوش يعني هي الأنف يعني احنا كل حاجة متقسمة شماله ويمين الأنف هي سنتر الوش فلما بقى فيدي فورمتي في الأنف واضحة بتبقى مضايقة نتيجة خبطة أو حاجة بتبقى مضايقة المريض أو المريضة جدا لأنه هم مغير شكل وشه كله وفعلا زي ما احنا شايفين في الصور كده شكل بيختلف تماما بعد العملية يعني شكل الأنف وهي معوجة مع شكل الأنف وهي منتظمة بيختلف شكل الوش كله فيه ناس بتبقى بتتدايق مثلا أو بنت بتدايق دايما بتصور بالنحية دي لا أنا دلوقتي بقيت عندي ثقة في نفس أنا عايز أتصور كده يعني بعد تجميل الأنف طبعا وبشكرك بناجل برضو توضيح فكرة إن احنا هنا مش بنجمل هنا كمان بنزبط الوظيفة وده الأهم والتجميل طبعا بيجي بشكل كبير عشان برضو حتى لو فيه شخص نفسيا مش مرتاح أو مش مفتوط من الشكل واغلابها زي ما قلت حالتك بتبقى نتيجة حوادث يعني أغلابها بتبقى نتيجة خبطة مش كل التجميل اللي أنا عايز أغير شكل في ناس كتيرة بتبقى فعلا بفاكتور كبير جدا حوادث كسور الأنف دي يعني زي ما قلت حالتك حتى في الأطفال يعني خلينا ناخد السؤال الآخر وأيضا عن حالة أخرى دكتور مينا ما حضرتك أنا أعاني من الشخير أثناء النوم وطبعا دي حاجة كبيرة أوي ناس كتير بتعاني منها واللي يمكن الزوجات أكثر من أكيد صورتنا اللايمة هو اللي بيجي اشتكي زعبت للطبيب قال لي أن عندي إعوجاك في الحاجز الأنفي فما هو علاج هذا للعوجاج تمام خلينا متفقين أننا الحاجز الأنفي ده عضمة ممكن لو لدينا صورة بردو نشوفها العضمة اللي هي في النص نركز على لو فيها عوجاج صعب حضرتك أن أنا أدي حضرتك ده وها تعدل للعضمة طبعا خلاص ده تدخله ده تدخل يعني زي هنا الواتيرة الأنفية في الحاجز الأنفي هنا مستقيمة هنا معوجة فده حل أساسا جراحي عملية مش لازم نبقى خايفين من استعادة الحاجز الأنفي هو مش عملية كبيرة عملية تقريبا بتاخد عشر داير ربع ساعة ما بقاش فيه فتحة خارجي في الأنف الموضوع بيتعامل ساعات بالمنزور من جوه الأنفي يعني موضوع بسيط بس فكرة هذا الشخص تحديدا في موضوع الشخير طبعا موضوع الشخير زي ما حدتك تفضلت هو موضوع كبير جدا وضيلمة كبيرة لأنه بيدخل فيه عوامل كتير قوي فلو حدتك فعلا كشفت واستبعدنا كل الأثبات ولقينا بس إن فيه عوجاك شديد في الحاجز الأنفي مأثر على مجرى الهواء عن طريق الأنف يبقى فعلا جوه امشي في سكة إن احنا نعدل هذا الحاجز الأنفي لأنه ده هيفرق مع حدتك جدا في موضوع الشخير تمام لكن لو حضرتك فيه مشاكل تانية العملية ممكن ما تساعدكش للدرجة اللي انت متخيلة يعني مثلا حد وزنه تقيل لا خس أنا بقول المريض كده بتاعي لا خس الأول وبعد كده نشوف لو فلسه فيه تأثر نستعدل الحاجز الأنفي تمام فيه التنفس ده صلي حاجة والشخير ده حاجة صوت أثناء النفذ المفروض إننا الطبيعي أتنفذ من غير صوت طب الصوت ده ممكن ييجي منين ممكن ييجي نتيجة انسداز الأنفي آه زي الحاجز الأنفي والأحميات الأنفي وممكن ييجي مشكلة في الزور أو في البلعوم الفمي أو في البلعوم الأنفي أو في قاعدة اللسان أو في عضلات البلعوم كل الكلام ده ممكن حركته تعمل صوت فلازم نستبعد الأسباب الثانية والحاجات الثانية دي برضو لها إجراءات ولها علاجات ولها على ماليات بس في الأول بالحب لو هو وزنك تقل أنت مثلا بتشتكي من الشخير لك خمس سنين هل أنت في الخمس سنين دول الوزن زيادة ملحوظة لا نعمل دايت الأول وبعد كده نتصرف في نقطة الحاجز الأنفي فيه ناس برضو دايما تقول تربط الشخير باللحمية يعني تيجي تقول لك أنا دكتور أنا عملت اللحمية وأنا صغير وأنا بشخل ليه يعني ليه عايزين برضو نفصل لشناطة دي وردة جدا عند أستاذ المشاهدين اللحمية اللي بتتشال مع اللوز وإحنا صغيرين ديت دي اللحمية اللي موجودة في البلعوم الأنفي ودي تختلف كل الاختلاف عن لحمية الجيوب الأنفي اللي احنا قلناها من دلوقت يعني ما تجيش تقول لي لا أنا شلت لحمية وإحنا صغير هي جاتت ديني الزي دي قصة اللحمية الخلف الأنفي دي قصة دي نسيج زي وزي نسيج اللوز كده جزء من جهاز المناع بس بيبقى زيادة شوية وده اللي بيتشال واحنا صغيرين لكن الحاجات التانية زي لحمية الجيوب الأنفية أو استعادة للحاجز أو عواجة الحاجز الأنفة والحاجات دي كلها لا دي مشاكل تانية ممكن تحصل مؤخرا تمام فدي نقطة ودي نقطة تانية وزي ما قلنا ممكن نتقابل مرة تانية في موضوع شخير ده لأنه موضوع متشعب جدا بشكرك جدا برضو حتى من أجل تفسير هذا الموضوع أنه فيه برضو جوانب تانية عوامل تانية بتأثر على هذا الموضوع خصيصا فما ينفعش أنه نحطه ونخصصه لفكرة الأنفة أو الحساسيات أو التهابات أو ما إلى ذلك برضو فيه ممكن عوامل أخرى لازم نستبعدها قبل ما نشخص مضبوط بشكرك جدا دكتور ميني شرف تاني جدا أظن أن الموضوع ده كان مفيد جدا لكل سيدا مشاهدين ولي أنا بشكل خاص بشكرك فعلا من أجل فكرة المعرفة والعلم على فكرة ايه مشاكل اللي ممكن تحصل لمرضى الجيوب الأنفية هوها لما يجي لهم مرض الكورونا إزاي يغدوا بالهم ويقل نفسهم مشاكل الجيوب الأنفية في زمن الكورونا زي ما وضحنا وقلنا دكتور ميني ماهر استشاري طب وجراحة الأنف والأذن للحنجرة تجميل الأنف الوظيفي مناظير الجيوب الأنفية مدرس طب وجراحة الأنف والأذن للحنجرة وتجميل الأنف بكلية الطب جامعةين شمس مدير وحدة الأنف والأذن مستشفى العز الجميع بالعبور بشكر حريك لوجودك معنا مرة تانية بشكر حلقتك جدا وبشكر سيد المشاهدين ويا رب نكون أفدنكم جميعا شكرا كفا مشاهدين بشكركم جدا لحسن مشاهدتكم وتبعيتكم لحلقة النهاردة نشوفكم في حلقة جديدة موضوع طبي مفيد مع برنامجكم صحتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر